اشتركوا في القناة تولى السلطنة وعمره أربع وثلاثون سنة وبقي سلطانا أكثر من ثلاثين سنة ثم عزل بعد ذلك في ألف وتسعمائة وتسعة ليقضي تسعة سنوات في حياته معزولا إلى أن توفي رحمه الله تعالى هذا السلطان هو أعظم سلاطيني بني عثمان المتأخرين بل هو أعظم سلطان عثماني في تقديري بعد السلطان سليمان القانوني رحمهم الله تعالى جميعا فقد استطاع أن يؤخر سقوط الدولة العثمانية أكثر من ثلث قرن السلطان عبد الحميد قد تولى وتركة الدولة ثقيلة إلى الغاية هذه التركة تمثلت أولا في الضعف كبير تهديد الدول الأوروبية لها ورث ديونا هائلة تقدر بـ 52 و 200 مليون ليرة عثمانية ذهبا وهي اليوم تقدر بمئات البلايين من الجنيهات الاسترلينية مبلغ ضخم جدا من الديون استطاع عبد الحميد بدهائه وذكائه وعدم إسرافه وكانت صفة واضحة فيه استطاع أن يخفض هذه الديون إلى العشر تقريبا لتكون 30 مليون ليرة ذهبية عثمانية عندما قام الانقلاب عليه ورث حركات تريد الانفصال في أوروبا في الروملي الروملي يعني القسم الرومي الأوروبي يعني من الدولة العثمانية وحركات تريد الانفصال في الدول العربية وحركات أرمانية في الأناضول وحركات كردية كل ذلك يريد الانفصال وورث صدورا عظاما ووزراء يرتبط قلوبهم بأوروبا ووجهتهم أوروبا وهم أكثرهم ماسونيون وكان المثقفون سائر المثقفين في الدولة العثمانية كانوا من الماسون حتى نفهم كيف ورث عبد الحميد هذه التركة الثقيلة وكيف استطاع بذكائه وتهائه وحنكته وصبري أن يصبر أكثر من 33 سنة وأن يؤخذ سقوط الدولة هذه المدة الطويل كان السلطان الحميد بعيدا عن السبدات بعيدا عن الظلم كل البعد بالدليل أن هناك رجلا اسمه رضا توفيق كان شاعرا وكان اتحاديا كما سيت تفسير اتحاديا بعد قليل وكان ماسونيا من كبار الماسونين وهو ممن سعى طويلا في عز السلطان الحميد هذا رضا توفيق كان شاعرا لما توفي عبد الحميد ماذا قال بعد أن وجد ما وجد من نزام الدولة وتفتيتها وتقطيع أوصالها قال عندما يذكرك التاريخ يا أيها السلطان يكون الحق دائما ومعا دائما في جانبك ومعك أيها السلطان العظيم لقد قلنا لقد قمنا بدون حياء بالثورة على السلطان وقلنا إن السلطان مجنون وإن السلطان ظالم ولابد من الثورة على السلطان وصدقنا كل ما قاله لنا الشيطان هذا على هيئة شعر مترجمة للعربية ولكننا كنا أغبياء بدون حياء بل كنا عديمي الأخلاق عندما ثرنا عليك أيها السلطان العظيم يقول أنور باشا وهو أحد كبار القوات العثمانيين يقول لجمال باشا السفاح المشهور في دمشق لقد كنا أغبياء يا جمال حينما قمنا بالثورة على السلطان لقد كنا ألعوبة في أيدي الصهيونية العالمية هذا اعتراف ضخم من أنور باشا لجمال باشا والسلطان الحميد في الحقيقة مدحه أناس كثيرون جدا من ساسة أوروبا مثال السياسي الألماني الداهية باسمارك ومثال الرئيس الوزراء البريطاني المشهور ذي الأصل اليهودي ذي إزرائيلي ومثال عدد كبير جدا من المؤرخين والساسة الغربيين والشرقيين على السواء وعدد كبير من العرب ومن العثمانيين مدحه مدحا بالغا خاصة عندما تبينت لهم الحقائق بعد ذلك السلطان عبد الحميد من صفات الهدوء التام وكان قد ورثه عن زوج أبيه فرعته زوج أبيه رعاية بالغة وحنت عليه فأحب أحبا جما حتى أن عندما تولى السلطانة سماها بالسلطانة لم يجعل زوجه هي سلطانة كما جرت العادة جعل زوج أمي هي السلطانة لكنه قالها بكل حزم قالها يا أمه أنت الآن سلطانة لكن لا أسمح لك أبدا بحزم وبقوة بتدخل في شؤون القصر بأي حال من الأحوال وكان أيضا رحمه الله تعالى متدينا لم يشرب الخمر قط وكان عفيفا لم يمتد نظره إلى النساء قط إلا زوجه التي تزوجها كانت زوجة وحيدة تزوجها رحمه الله تعالى وكان يؤدي الصلوات في أوقاتها في جماعة كما كانت تقول عائشة بنت السلطان عبد الحميد ولعلكم تقولوا ما الغرابة في هذا لا الأمر كان غريبا لأن السلطان كان قد تربى في قصر كان القصر كله تجاهي أوروبيا وكان الخمر شيئا معتادا للأسف الشديد خاصة بأصدور تنظيمات واحتكاك الدولة الكبير بأوروبا وكان الأمراء يسهرون خارج القصر في سهرات حمراء لكن السلطان كان ما يعرف هذا أبدا لا أثناء إمارته ولا أثناء سلطنته بل كان مشهورا بأنه يأوي إلى بيته وإلى أسرته ويهتم بشؤونها دوما وأبدا وكان صاحب جد ومثابر في العمل فقد كان يعمل كل يوم منذ تولى السلطنة إلى أن عزل أربع عشرة ساعة يوميا وكان بعيدا عن الإسراف كل البعد حتى أنه كان أمير يرتق حذاءه بنفسه يرتق حذاءه بنفسه وكان الأمراء يستهزيون بيه ولا يهتم وكان يبتعد عن الإسراف تماما وقلت لكم من تولى شؤون الدولة كيف استطاع أن يخفض الديون إلى العشر تقريبا بالسياسة المتقشفة لكان يتبعها في بلاده رحمه الله تعالى وكان صاحب حنكة وصبر ودأب وكان من حنكته وسياسته أنه استطاع أن يفرق الأعداء أعداء دول عثمانية ولا يجعلهم جبهة واحدة ضده ويضرب هذا بهذا وهذا بهذا حتى لا يجتمعوا جبهة واحدة ضد السلطان عبد الحميد كان السلطان من صفاته الكبيرة المحمودة أنه كان يتجه إلى ما يسمى بالجامعة الإسلامية في وقت كانت الدولة قد غربت تماما وكان يرسل المشايخ الإسلام وعلماء المسلمين إلى الأكراد ليهدئهم ويسكن من ثائرتهم باسم الإسلام وكان يعمل شيء نفسه في ولايات الدولة العثمانية العربية وغير العربية وكان يقرب إليه مشايخ وعلماء من الدول العربية وغيرها كل ذلك يريد ما يسمى بالجامعة الإسلامية وكان يقول إن القوة الحقيقية للدولة العثمانية تكمن في الجامعة الإسلامية وأنه بالإسلام يجتمع المسلمون وسيكونون يوما ما قوة تضرب رقاب الكفار وتطردهم من بلادها كان أيضا ومن العجائب أنه في الصين قد افتتح معهدا سمى المعهد الإسلامي الحميدي نسبة إليه في الصين ولما افتتح ذلك المعهد وجاء الصينيون ليحتفلوا بكوا لأنهم كانوا يجتمعون في قلوبهم مع السلطان العثماني والخليفة العثماني كان خليفة عاما للمسلمين وكانت قلوب المسلمين معه وتحبه وتؤيده وتشد من أزره حتى عندما عزل كانت هناك جريدة هندية أرسلت برقية كلها أسف وأسى بعزل السلطان عبد الحميد السلطان العظيم السلطان المصلح كما قالت أو نصت البرقية في معاني كلماتها وكان يقاوم التفسخ الغربي الوارد إلى بلاده حتى عندما بدأ يلاحظه وسلطان بدأ يلاحظ أن بعض النساء تخلينا عن اللباس العثماني وصرنا يلبسنا اللباس الأوروبي ليس بالطريقة الفاضحة اللواتي يلبسنها النساء اليوم من أسف في الدول العربية والإسلامية لكن تخلينا عن اللباس العثماني الجميل والتي تغطي فيه المرأة وجهها ليشمك هذا المشهور العثماني فأصدر مرسوما إلى الحكومة ليعلقوه في الشوارع وينشروه في الصحف أنه ليس لامرأة أن تسير في الطريق بدون أن تغطي وجهها بالنقاب العثماني المعروف وعلى النقاب أن لا يكون شفافا يبرز الوجه وجعله أمرا إلى الحكومة وإلى الشرطة ليتعقب النساء اللواتي وخالفنا هذا الأمر إلى هذا الحد كان صارما في هذه القضية جزاه الله خيرا ورحمه ورفع درجته في عليين مما يحمد السلطان عبد الحميد في الحقيقة موقفه من اليهود دخل عليه هذا ثيودور هيرزل وطلب منه إنشاء وطن قومي اليهود في الصين على نهيات مستوطنات صغيرة في مناطق حددانه وأمله بآمال وأعطاه عودا هائلة في مصلحة الدولة كلها منها أن يحمي أسطول البحري العثماني التجاري في المياه الأوروبية من القراسين منها إخماد الثورات التي كانت تقوم دائما على الدولة في الصرب وفي جبل الأسود وفي بلغاريا وفي اليونان منها تسكين ثائرة الأرمن منها قضاء ديون الدولة العثمانية منها هدية شخصية لسلطان عبد الحميد تقدر بخمسة ملايين ليرة ذهبية عثمانية مبلغ هائل جدا منها ومنها أمر يسيد له اللعاب في الحقيقة لكن السلطان رفض رفضا قاطعا وطرد هرزل من مجلسه وقال إن هذه البلاد التي رواها أجدادي بدمائهم لا يمكن أسلم شبرا واحدا منها إليكم وقال قولة عجيبة قال إن استطعتم إقصائي فستحصلون على فلسطين بلا ثمن وهذا الذي حصل فقد تأكد هرزل أن وقاء السلطان عبد الحميد ليس المصلحة اليهود أبدا وأنه عائق كبير أمام تنفيذ مخططاته وأحلامه فتعاونوا كما ذكرتكم مع الماسون جمعية اتحاده الترقي مع زعماء أوروبا لإسقاط السلطان عبد الحميد وعزني وفعلا بعد ذلك ما هذا الطريق لهم لأخذ فلسطين بلا مقابل كما ذكر ذلك السلطان الحميد وكان صاحب فراسة وصاحب بعد نظر رحمه الله تعالى مصيبة السلطان عبد الحميد أنه لم يؤتى رجالا وهذا صرح به كثير من ساسة العرب والغرب المسلمين والكفار أنه لو كان هناك رجال يعاونون السلطان عبد الحميد مخلصون لا استطاع أن يتقدم بدولته تقدما كبيرا جدا أو أن يقترب من مستوى الدول الأوروبية أنذاك بحكمته وبعد نظره وعمله الدائم شكرا للمشاهدة